مرحبا بلش البنان يتأثر بالمنخفض الجوي اللي حكيناكن عنه بنشراتنا السابقة بلشت تشهد بعض المناطق تساقط للأمطار والثلوج تقص الجمعة بالإجمال بيكون ممتر مع انخفاض بدرجات الحرارة الريح جنوبية بتوصل سراتة لتسعة عشر كيلومتر بالساعة نعمل جولة عمختلف المناطق لنشوف كيف مسجل معدل الحرارة سبعة عشر بالعاصمة خمسة عشر بصور تماني بزحلة وسبعة عشر درجة بالأبيت نسبة الرطوبة بترتفع تتسجل على الساحل تسعة وستين بالمية وموج البحر بتخطى المتر كيف رح بيكون تقص الويكند جمعة بتتساقط الأمطار بتكون غزيرة ببعض الأوقات مترافقة بعواصف رعدية ومن المحتمل أنه تتساقط حبيت البرد وبتطلج خلال النهار على الالف وستمائة متر وعالالف واربعة بالليل كما بيتشكل ضباب كثيف على المرتفعات السابت بيستمر تساقط الأمطار بتكون غزيرة الأمطار ببعض الأوقات مصحوبة ببارق ورعد والتلج بيتساقط ابتداء من ارتفاع الألف واربعمائة متر مع تشكل الضباب على الارتفاعات المنخفضة الأحد والتنين بيضل تقص على حاله بتستمر الأمطار والعواصف الرعدية وبتتلج على الألف وسبعمائة متر بنحذر المواطنين من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تشكل الضباب الكثيف يلي بيأدي لسوء الرؤية